موسيم فلاحي الحمد لله بفضل هاد الامطار الاخيرة يسيرو بشكلين جيد ما غا نعملوش داك المحصول الاستثنائي اللي عملنا السنة اللي فات ولكن غادي نعملوه ان شاء الله محصول لهو مهم الحاجة اللي مهمة هو انه الزراعة الرابعية في وضعية جيدة جدا زراعة دي الخضار الخاصة بالموسيم يعني بالشهر المقبلة ايضا جيدة جدا هادش دي البقوليات والحمصي لغير ذلك غادي تكون نتائج ان شاء الله جيد مرضية واللي مهم هو انه غادي تكون واحد المساهمة كبيرة دي القطاع دي التربية المواشي واللي بالمناسبة هو المشغل رقم واحد في القطاع الفلاحي بمعنى غادي يكون استقرار على مستوى المناصف دي الشغل المجهود اللي عملت الحكومة من خلال البرنامج الاستعجالي اللي كان فيه واحد الجزء ديالي زاليمان كومبوزي لموجه المنتجي الحاليب بالاضافة لهذه المرحلة اللي كتسمى البريود دي سيديور ديال هادش ديالي هادش تالي جاد ستعطي الحمد لله واحد الانتاج لهوا كبير على مستوى هذه المواد ستحفظ على المساهمة دياليالتربيات المواشي في النتيج الداخلي الخام طبعا الزراعات الأخرى ما غاديش تكون شي نسبة كبيرة ما يمكنش تزيد فغتكون مساهمة لكن أنا متأكد الموضوع ديال الفلاحة غاديكون فيه ان شاء الله يعني بشائر طيبة ان شاء الله وتعالى قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونهو في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة